هنبدأ نظبط برنامج الاستوديو. انت هزفت يا بتاع البيانون? وجعت دماغنا. اهلا بكم. حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت والنهاردة هنعمل ضبط للسوفتوير ونتكلم عن السوفتوير شوية بتاع الاستوديو. علشان بعد كده حيبقى التمهيد فاننا نعمل التوزيع الموسيقي وبعد التوزيع الموسيقي نبقى نعمل المكس وبعد كده نعمل المكس نعمل ونطلع العمل النهائي سواء كان مقطوعة او اغنية او اي شيء انت عاوز تعمله على برامج الاستوديو في بيتك. قبل ما نتكلم على اي حاجة احنا لازم نتفق على كم قاعدة بسيطة كده. اولا كل انواع السوفتوير بتاعة الستوديو. كل انواع السوفتوير بتاع السوفتوير سواء سواء كيوبيز سونار لوجيك برو اكس كل البرامج دي كلها. تقريبا بتشترك كلها في الخواص الاساسية. كل البرامج دي بتشتغل على تراكات. بتسجل على تراكات كل تراك كأنك بتسجل على مكنة شريط. مكنة تسجيل شريط. كل عندك عشر تلاف مليون مكنة في كل برنامج. بتسجل على كل مكنة اهلا بتتسجل صوت بيتسجل ما اي حاجة. وفي الاخر بتعزف كل المكن ده مع بعضه او التراكات دي كلها مع بعضه. وتعمل العمل الفني بتاعك كله او الموسيخي بتاعك كله او اي عمل صوتي. فاحنا لو احنا تعلمنا على ما تقعدش تقول بس انا ما عرفش ان التاني عشان انت بتقول لنا على مش عارف برنامج ايه واحنا بنستعمل برنامج مش عارف ايه. مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص. لانك انت لو قدرت تتعلم على برنامج من البرامج دي. هتقدر تستعمل بقية البرامج التانية دي بنسبة تمانين تسعين في المية والعشرة في المية الباقي اللي بتبقى الخصائص اللي بتميز برنامج عن التاني. اولا ما فيش حاجة حلوة وحاجة وحشة. في برامج بتستعمل في الاستوديوهات وفي برامج بيلعبوا بيها. واخبالك في في رأيي وفي في خبرتي اللي انا شفتها البرامج بتاعته الاستوديوهات كيو بيز لوجيك برو اكس للناس اللي بتستعمل ماك بس. اه سونار للناس اللي بتستعمل ويندوز بس. اه برو تولز. اه في ناس بتستعمل ابليتون لايف. وفي ناس التانية بتستعمل برامج تانية موجودة في السوق بس مش بشهرة او بقوة البرامج اللي احنا قلنا عليها في الاول دي. فالاجهزة اللي بتبقى موجودة في الاستوديوهات واغلب مهندسين الصوت بيشتغلوا على واحد من البرامج اللي موجودة ديت اللي احنا قلنا اسميهم دي. في بقى برنامج اسمه فروتي ستوديو. ناس كتير او مشهورة عندها وبتستعمله عشان هو سهل في انك انت تحط اي لوبس وتعمل اي حاجة كل برامج دي بتعمل الكلام ده دلوقت على فكرة. ولكن الفروتي ستوديو ده يعني انا ما شفتش حد في ستوديوهات المحترفين بيستعملوا. مش مش البرنامج اللي بيوتح لك انك تتحكم في حاجات كتيرة او انت عاوز تتحكم فيها كمهندس الصوت او كموزع موسيقي. فده وقت لسهولة استخدامه كل الناس اللي بتعمل لوبس والكلام ده كله بيستعمله. هو حتى كان اسمه الاول على فكرة الفروتي ستوديو ده كان اسمه فروتي لوبس. وكان برنامج مجاني للويندوز كنت تجيبه قتم الاقاعات كده والناس تلعب به وخلاص. ما كانش يعني برنامج آآ جاد. اشتريته شركة وسميته فروتي ستوديو. وابتدت تنازل عليه شوية الات وشوية بتاع وكده بتدت تكتزب نوع من الناس اللي بتشتغل لوبس وبتشتغل نوع من الموسيقى اللي هي بتحتاج آآ يعني اي حاجة كده وتتطلع وخلاص. ولكن البرامج الاساسية اللي بتبقى موجودة في الاستوديوهات دي قصة تانية خالص لانها بتتحلك انواع كتيرة او من المرونة اللي هي تقدر تستعملها مع آآت افتراضية ومع اجهزة ما عندك في الاستوديو ومع ضبط التوقيتات بالزبط ومع ضبط الدخول والخروج لكل الآلات وسهولة التسجيل وسهولة المونتاج واعادة التسجيل وتجميع الحاجات وتوفر وقت الراجل اللي بيشتغل فيه الميكس والماسترينج مشوية حاجات وتسهله فطبعا مش هتلاقي دية في البرامج اللي هي السهلة بتاعت الناس اللي بتنشي حالها خلاص اتفقنا على كده فده معناه انك انت لما هتشوف برنامج حد بيدرسلك عليه ودرست انت على برنامج انت هتقدر تستعمل البرامج التانية ده مش كده بس كمان ده انت من السهل عليك كمان تستعمل نكسرات اللي بتبقى في الاستوديوهات الهاردوير بقى اللي هي الحاجات بالفعل موجودة اجسام يعني وكمان هتسهل لك العمل لو انت عايز تشتغل في الايف يعني لو انت عايز تعمل الهندسة الصوت بتاعت الحفلات والشغل في الايف لو انت درست على صوفت وير ده برضو هيسهل لك لان هي نفس النظرية هي هي نفس النظرية ونفس الطريقة بس التاني ده موجود في الحقيقة والتاني ده موجود على الشاشة قدامك مش هيفرق كتير عنه يعني خلاص كده فده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه بالنسبة لي انا انا مجرب الكلام ده لان انا اساسا الكورس اللي انا كنت اخدته في هندسة الصوت اشتغلنا كيو بيز بس ما كانش فيه اي برنامج تاني غير الكيو بيز خلاص العملي ما كانش فيه برنامج الكيو بيز ده ده كان فعلا فيزيكالي ستوديو بميكسر وانت بتسجل وكل الات وكان حتى ساعتها موجود الاجهزة الديجيتال بتاعة التسجيل ماسجلتش انت حاجة على الكمبيوتر خالص كل حاجة كان بتتسجل على جهاز تسجيل لما اخدت الجزء العملي بتاع الكورس بتاعي انا وانا باخد الكورس كنت بشتغل في بيتي على البرنامج اللي اسمه سونار عشان ده للويندوز والان دلوقتي انا بشتغل على برنامج تالت خلص ما كنتش بشتغل بيه قبل كده اللي هو البرنامج اللوجيك برو اكس على الماك فبالتنوع البرامج اللي كل واحد منهم انا عرفت منه حاجة وعرفت منه اللي بميز ده عنده وده وفضلت في الاخر ان انا اشتغل بالبرنامج المتاح عندي واللي انا هعمل بيه القوة بتاعتي كلها في التسجيلات بتاعتي والحاجات اللي انا بعملها دي كلها وبس تعملوا والحمد لله ما فيش ايه مشاكل معايا خلاص فاتفقنا على كده فما ما يصيبكش الجزع لو لقيت برنامج تاني موجود او في برنامج اه انت مضطر تشتغل عليه مش هتشتغل على برامج تانية واخد بالك كل البرامج كلها تؤدي نفس الغرض ومال ايه بيفرق بقى برنامج عن برنامج تاني زي ما احنا قلنا كده كل برنامج صغيرة كده بيسهلوا عمل الناس اللي بتشتغل في حاجة واحد برنامج يقدر يجمع القنوات كلها مش عارف في ولو ان كلهم باوا يعملوا كده ولكن اقول مثل يعني برنامج تاني هتلاقي نازل معا كيبورد مسلا الناس بتحباها واحد تاني هتلاقي نازل معا سامبلر سامبلر هو الجهاز اللي بيبقى فاضي وانت بتدخل عليه العينات الصوتية من كمانجات من مش عارفة هو بتستعمله مع الكيبورد بتاعتك فيدي لك الاسوات متسجلة فعلا كأنه مسجلة واحد في استوديو لان هو فعلا تسجلت بواحد في استوديو فممكن تلاقي موجود معا السامبلر ده مسلا قوي برنامج تاني هتلاقي معا بتاع جيتارات يعني بتختلف من برنامج للتاني واخد بالك ولكن المجموع كله لو تعلمت واحد منه ما تقدر شعر عنهم كلهم مفيش اي مشاكل خالص طب انا مسلا بيضافوا قدامي حاجة وانا عايز اعملها انا عارف انا عايز اعمل ايه بس مش لاقي طريقة او انا عايز تعملها بسرعة اسرع من اللي انا متخيلها ادور على احسن طريقة ازاي عن طريق جوجل بحط السؤال طبعا يفضل انك تحط باللغة الانجليزية حتى لو انت الانجليزي بتاعك يعني الرد هيبقى صعب عليك حط السؤال باللغة الانجليزية وحيجي لك الرد بعد كده برامج الجوجل بيترجم دلوقتي الانجليزي العربي والفرنساوي العربي الالماني العربي كل حاجة في كل الناس هتلاقي الاجابات ممكن تترجمها لانواع تانية من اللغات تقدر انت تفهمها بس طبعا السؤال عشان انه تبقى توصل للمعلومة صح لازم تحط السؤال باللغة اللي غالبا الناس هتلاقي حتى المعلومة باللغة ده وغالبا هتبقى اللغة الانجليزية بتاعت السوفت وير دوت تمام كده هنبدأ مع بعض دلوقتي اول خطواتنا في التعامل مع السوفت وير بتاعي دوت او برنامج الستوديو بتاعي اللي موجود في البيت ده برنامج السوفت وير اللي انا بشتغل في البيت بتاعي بي يعني انا ممكن اشغل على اي برنامج تاني لو كان المتاح بس هو ده البرنامج المتاح للكمبيوتر اللي انا بشتغل عليه واخد بالك فالبرنامج دوت زي ما احنا اتفقنا بيجي وممكن تشغل عليه الميكسر بتاعك ده ميكسر وطبعا انا مش حاطط غير تشانل واحدة فهتلاقي الميكسر في تشانل واحدة والمستر بتاعي اللي هو اللي هو في التجميعة بتاعت كل الالات اللي انا المفترض ان انا هكون حطيتها فده بتاع الميكسر بتاعي انا عشير الفيديو دوت لان انا دلوقتي لسه فاتح البرنامج فورا فهعمل شوية حاجات كده اللي انا هعد فيها البرنامج دوت علشان يستقبل التراكات اللي انا هركبها والمزيكة اللي انا هحطها او التسجيلات الصوتية اللي انا هحطها لازم اعمل شوية حاجات تخص ده اضبطه على بتاعي نشوف هنعمل دلوقتي البرنامج بتاعي دوت اه في حاجة اسمها او اللي هي زي ما بتقول كده الضبط انت كل من ديت هتلاقي فيه جزء خاصة ديت او واخبالك التفضيلات فدلوقتي انا بخش على حاجة اسمها الاوديو انت هتلاقي كلمة ديت موجودة عندك في كل اللي انت هتشغل عليه زي تضبط الاوديو بتاعك طب يعني ايه اضبط الاوديو بتاعي هنفتح دلوقتي القائمة دي ونشوف. الاوديو بتاعي دوت ده عبارة عن الاتصال ما بين دوت وما بين الاوديو انترفيس اللي انا عندي في البيت عندي. فلو انا جايب الاوديو انترفيس اسمه اه حسن اسمه علي اسمه اسمه كل الحاجات ديت انا هختار من القائمة ديت بتاعي يبقى البتاع الهاردوير بتاعي والانبوت بتاعي بالهاردوير بتاعي يعني ايه? يعني هيطلعني منه الصوت. يعني الكمبيوتر مش هيطلع الصوت من سماعة الكمبيوتر التعبانة دي. لا ده هيطلع عن طريق كارت الصوت دوت عن اوديو انترفيس اللي انا حطه دوت. يعني الحاجة. تاني حاجة الانبوت ديفايسيز لما انا اجي ادخل المعلومات للكمبيوتر صوتيا هتبقى عن طريق دوت. طبعا ده اللي انا حطت اساسا الانترفيس ده عشان احط فيه المايكات بتاعتي اللي هتوصل للكمبيوتر ووصله باللي اوصل للجتارات فيه واعمل كل حاجة. اللي هي بقى العلاقة ما بين الصوت الانالوج وما بين الكمبيوتر اللي بيفهم ديجيتال بس. طيب خلاص احنا عملنا الكلام ده كله. طبع نعمل ايه بعد كده? في حاجة مهمة هنا جماعة اسمها البفر. يعني ايه البفر? لو دست على دوت انت هتلاقي حاجات كتيرة اوه كتيرة اتنين وتلاتين لغاية الف اربعة وعشرين. لو تلاحز ان دي مضاعفات الرام يعني لو انت او انت شفت العدد بتاع بتاعة الرام او بتاعة الرام هتلاقي اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين متين ستة خمسين خمس ومية اتناشر الف اربعة وعشرين. دي المضاعفات بتاعة ال الستاشر بصراحة يعني. او ال تمانية تمانية ايه l-byte في تمانية. اخب بالك. فده حاجة خصة بعلوم الكمبيوتر يعني. ايه المهم? طالت ما احنا كما علمنا عن حاجة خصة بعلوم الكمبيوتر يبقى البفر دي اكيد لها علاقه بعلم الكمبيوتر بسبب ما? طب ايه السبب ده? البفر ده معناه ان دي كم ال Triple المعلومات اللي انا عايز السوفتوير يرميها في وقت واحد على البروستر بتاعي. يعني البروسيسور بتاعي هيستقبل من الكمبيوتر بتاعي الرقم دوت من المعلومات فجأة طب ده حيفيدني بإيه ده حيفيدني بإن أنا كل ما أرمي على الكمبيوتر كم معلومات كتير واخد بالك كل ما الكمبيوتر ده يعني لو كان قدراته بتختلف طبعا من الكمبيوتر لكمبيوتر لو قدراته قوية جدا يستحمل ياخد الكم ده من المعلومات والبروسيسور فيعالجها بسرعة جدا ويرجحها لك في أجزاء من الثانية انت ما تحسش ان فيه تأخير كل ما كان الكمبيوتر اضعف وكل ما كان البروسيسور بتاعه اضعف وكارت الصوت نفسه البروسيسور بتاع كارت الصوت اضعف كل ما كانت الفترة دي اطول فالفترة دي لو تولد هيعمل لك حاجة اسمها ليتنسي او التأخير ايه هو التأخير تيجي تعزف حضرتك بالجتار تخبط الوطر من هنا وتلاقي الوطر جايلك بعد الصوت من الكمبيوتر في الجزء من الثانية ابعد شوية من اللي انت عزفته فانت تلاقي نفسك متلخبط انت بفوت تمشي مع الاقاع اللي هو ماشي بتاع الاغنية او بتاع المقطوع او بتاع الكلام ده وتلاقي نفسك عمال مفارق عنه عمال تعمل حاجة في زمنا كانت الخاص بيك اللي هو متأخر عن الكمبيوتر ده بيسموه ليتنسي ليتنسي بلغة الانجليزية يعني التأخير اساسا فده معناه التأخير فانا كل ما انا حرمي على الكمبيوتر حمل كبير قوي كل ما كان الليتنسي دوت هتبقى اكتر شوية لو الكمبيوتر اضعف طب خلاص يا عم ان احنا وجعنا قلبنا ليه حطاها على اصغر حاجة فوق واخبالك وخلاص بقى ونرايح دماغنا من التخصة دي قالك لا ده معناه برضو انك انت هتشغل الكمبيوتر شوية وبعدين شوية هتجمع تاني المعلومة الصوتية وتبعته له تاني وتبعته له تاني فيه كميات صغيرة جدا 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 الكمبيوتر برضو مش هيلاحق فهيضطر يقطع ويحصل فيه تقطيع في في الصوت بلص الزبط كأنك مع الكم الكبير ده فاللي هيحصل انك انت هتزبط اول حاجة مثلا اا اوي ما بيجي كارت الصوت او بيتنزل الصفتور بتاعي بقامل لك الدفولت بتاعه مثلا على مية تمانية وعشرين هو الصفتور بيحس بالكمبيوتر ويقولك طب اه حطه على مية تمانية وعشرين فاخللي على مية تمانية وعشرين الاول وجرب تسجل بالصوت لو لقيت التأخير كبير حاول انك انت تزود البوفر شوية فلا هيحصل انك انت لما هترمي كم كبير من المعلومات الصوتية على البروسيسور انت ماشي جمعت كمية صوت كبيرة فمش هتحس بقى بالتأخير ديت خالص ان البروسيسور مفروض يعالجها ولكن لو البروسيسور ضعيف شوية مش هيقدر على الحمل اللي انت محملوله دوت فيقطع فالبروسيسور يقطع فتلاقي التسجيل الصوت بتاعك بيقطع كل ما زودت البوفر رميت على البروسيسور وحملت عليه عشان تخلص من الصوت وتقدر تسمع الصوت بسرعة فتلاقي هيقطع منك طيب ما تريحنا بقى خالص ونحطه على اصغر حاجة ونسجل لا يا حبيبي انت لو حطيت البوفر على اصغر حاجة الكم المعلومة الصوتية مش هيلحق يتجمع في سرعة التواصل بينك وبين الكمبيوتر وحيؤدي ان التأخير ده يبقى ملحوظ جدا كل ما انت هتقلل البوفر بتاعك كل ما التأخير ده هيبقى ملحوظ فانت تيجي تضرب دربة دي وتلاقي بعدها بسنية مثلا الصوت بتاع اللي يتنسي طلع لك من الكمبيوتر فلنت هتعرف تعملها كتير اوي اكتر من طاقة الكمبيوتر بتاعك البروسيسور مش هيعرف يستوعب فيطلع لك طقطعات في الصوت واسوات ضوضاء لان الراجل يعيني مش ملاحق ولو عملتها بطيء قوي فانت اساسا بتحمل الكلام ده على كارت الصوت بتاعك وكمل معلومات اللي عايز يروح هيروح على مرات كتير 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 فهيساهم في ان الموضوع يتأخر وقبالك وتضطر تسمع الصوت بتاعك متأخر مش هتبقى مظبوط خالص سواء بتأدي اداء صوتي او بتعزف مع الكمبيوتر اللي بيعزف مزيكة اساسا في الحل بقى بتاعها انك انت هتشوف الدفولت اللي جاي مع السوفتوير ايه غالبا هي بمية تمانية وعشرين مية تمانية وعشرين بيزبطوها على غالبا مية تمانية وعشرين في اغلب السوفتوير هتجرب وحتسجل بيها كل ما تلاقي اللي تنسي عالي حاول تعلي البافر شوية وتسمح للكمبيوتر يعالي كما اكبر من المعلومات فيقلل اللي تنسي لدركة انك انت ما تحسش بيها ماشي لو حصل انك انت لقيت بقى خلاص الكمبيوتر بتادي قطع والبروسيسور بتادي ايه يعني يا كفاية يا عم انت حملتني كفاية اوقف بقى الغاية هنا فانت بتتحرك فوق وتحت الغاية ما توصل لاكتر موأمة ما بين السرعة اللي انت بتسمعها بعد ما انت بتعزف او بعد ما انت بتغني واخد بالك وما بين الكمبيوتر وتحمله للي انت هتبعته عليه يعني تمام كده البافر ده مهم جدا ان انا اقدر فعلا اشوف البرفورمانس بتاع الكمبيوتر بتاع ايه واحسنه خلاص كده عشان الناس اللي بتشتكي من التأخير الناس كتير بتقول لي بنوصل على طول بالكمبيوتر والاجهزة بتاعتنا او الالات وبذات الجيتارات يعني وبنلاقي او بنسجل صوت حتى كمان وبيطلع الصوت احنا ماشيين مع اللحن بس بعد جدا ما نيجي نسمعه نلاقي ان احنا متأخرين عن اللحن ايوة يا باشا ما هو انت اساسا الكمبيوتر بالبروستر بتاعه اه الكمبيوتر بيعمل الوظائف الحيوية بتاعته بالبروستر وانت كمان محمله صوت كمان يعني عامل قاسم البروستر جزئين بيشتغل ورنامات جزئين واحد بيشتغل الكمبيوتر واحد بيشتغل كارت صوت فانت طبعا بتحمل الكلام ده فانت سامع كويس بس الكمبيوتر تأخر في معالجة المعلومة دي وسجلها عنده متأخرة فتانج انت بعدك اسمع تلاقي انت صوتك متأخر مش ماشي مع اللحن اللي انت كنت سامعه كويس ومسجل عليه صح كده بالنسبة للكارت الصوت لو انت بجيب كارت الصوت خارجي او هو اساسا عليه بروسيسور لوحده هو عليه بروسيسور لوحده بيقلب الصوت الانالوك دوات ديجيتال ما بيستعملش بروسيسور الكمبيوتر في الموضوع ده وبيبعت المعلومة جاهزة للكمبيوتر ديجيتال والكمبيوتر بيخدها يسجلها وخلاص فكل ما انت بتسجل على الكمبيوتر دايريكت هيحصل فيه ليت انسيديات انت محتاج جهاز او كارت الصوت الخارجي دوت كروت الصوت اللي هي الانترنل بتاعت الكمبيوتر لو انت مش فاهم فيها كويس كل الكروت اللي ماشية في السوق اللي هي بتستعمل جوه الكمبيوتر نفسه لو انت عندك ديسك توب او حاجة مش هتنفع او حتى كارت الصوت اللي موجود عندك على اللابتوب مش هينفع في تسجيل الموسيقى وتسجيل الاوديو غالبا لان دي كروت ضعيفة مش مصممة للموضوع دوت خلاص كده يبقى الاوديو انترفيس ده ده مهم جدا احنا فهمنا دلوقتي بيعملي طيب بعد ما زبط البفر بتاعي دوت خلاص انا كده اه انت حتى هتلاقي بعض اللي بيسهله موضوع للناس بيقول له انت عايز بتاعك انت عايز قليل عايز كتير فانت هو بيبقى تلاقي في النص دايما واخبالك ابتدي يقلل لغاية ما تحسش به خلي بالك الكلام ده بالملي سانية تخيل انت اعتقد هتبدأ تحس من مثلا اول اتناشر او تلاتاشر ملي سانية تبتتحس فعلا بتأخير يعني ملي سانية اتناشر ملي سانية هتبتتحس بتأخير فكل ما كانت تحت الاتناشر او او التلاتاشر او يوم التمنتاشر كمان يعني طبعا بعد ما بسجل خالص التسجيل في الاستوديوهات المحترفة طبعا ما بيسيبوش اللحن كده طبعا هو بيزبط الاوديو كمان يبقى مزبوط على الطايمين مزبوط عن طريق السوفت وير حنوره لكم بعدين لما نشتغل على والماسترين وكده فالتراكات اللي انت بتسجيلها انت ممكن تزبطها برضو على الايقاع اللي انت حطه بالملي بالمزورة عن طريق الاوديو كان زمان الكلام ده مش موجود كان بتعمل بس في الحاجات الميدي لان الحاجات الميدي دي الكمبيوتر بتحكم فيها دلوقتي من قوة البروسيسورات والسوفت وير اللي اتطور محاديسا بقى بيتعرف على الصوت كمان ويحطولك في الاماكن اللي انت عايزها الاقاع بتاع الصوت يعني ويحطولك في الاماكن اللي انت عايزها ما فيش اي مشكلة لو الموضوع في اقاع مرتب يعني زبطنا الاوديو بتاعي انا ممكن كمان ازبط الميدي بتاعي اللي هو الميدي بتاعي يبقى ان انا يعني بزبط الاجهزة اللي انا متصل بيها الكمبيوتر بتاعي لو انا عندي اجهزة لو عندي كمان حاجة اسمها دي بعض الناس بتجيب اه اجهزة تشتغل بها يعني عشان هو قاعد على الكورسي بتاعه وبتحرك ما بين اجهزة الستوديو فبيبعاك دي حاجة متحركة معها بياخدها ويسجل بيها ويعمل بيها الكلام ده كله دلوقتي الايباد بقت بتعمل الايباد بتتكلم مع البرنامج بتاعك دوت وتستعملها كلواحة بس في ناس بتشتري دوت كقالة وتحط على المكتب بتاعها او في ادها متحرك بتمشي بتتحرك بيه في الاودة بتاعة الستوديو وهي بتزبط الاجهزة وكده وبسريع جدا ان تقدر تسجل وتعمل وترجع والكلام ده كله عن طريق الكنترولر ده مش بقى بتاعت الكمبيوتر وتقعد بقى ايه تخش عليها والكلام ده كله كان زمان حتى مفيش ده كان بيروح للجهاز بتاع بنفسه يدوس زراي بلاي ويروح الجهاز بتاع يدوس بالزرار بتاع كان زمان الكلام ده كله دلوقتي كله من خلال بتاعك كمان انت ممكن تزبط كل البرامج ده بتكتب سكور يعني ايه يعني نوتة موسيقية بتكتب نوتة موسيقية للناس اللي عايزة تكتب نوتة او تعدل في النوت الموسيقية فبتعمل الزبطات بتاعته دوت وكمان خلي بالك لما ده ساعات الناس بعد ما تخلص الحاجة اللي تكتبها في الموسيقى هنا بتعمل لها النوتة بتاعتها عشان تديها للناس تشتغل عليها والكلام ده كله فخلاص البرنامج ده بينتج لك نوتة الموسيقية كاملة بالحاجات اللي انت عزفتها تيت فطبعا اه بيسهل الناس كتيرة فان ده ضبط بتاع برضو انت عايش تشوف ايه عليه طبعا بفيش واحد حاجات طبعا خاصة بالموفيز والكلام ده كله في حاجة تانية كمان بقى انك بتعرف الكيبورد اللي انت شغال عليها شايفيني الكيبورد الوراية ده دي الكيبورد اللي انا بدخل بيا معلومات موسيقية للسوفتوير بتاعي فمكن اعرفه عن طريق بتاعي من بتاعتها اخش اقول الكيبورد اسمها اه مسلا ام اوديو رقم تسعة واربعين تمانية وتمانين اتنين وتلاتين على حسب الكيبورد اللي انت بتستعملها وهي هيتعرف عليه الصوفتوير دي وسيلة ادخال وسيلة ادخال للجهاز بتاعي دوت الصوفتوير بتاعي بعد ما زبطناه انا شايف المكان بتاعي اللي انا بشتغل عليه التراكات كل ما اجي اعمل هنا ادوس اد هيروح اعمل لي انا عايز اضيف تراك انا هعمل الاتراك دوت لالة موسيقية الالة الموسيقية مسلا اه كمان جات ماشي كمان جات فانا ادخلت من هنا واعلاقي التراك بتاعي تم عمله وحطيلي كمان عليه رمز انا ممكن اغير الرمز بتاعي دوت اللي على التراك دوت فانت بتختار شكل حتى كمان الايكون اللي انت عايز تستعمله للتراك بتاعك وهو ده التراك الكمان جات باغب بالك فانا هسيبه زي ما هو كده وطبعا بس تعمل الكيبورد ان انا ادخل المعلومة بتاعتي على الكمبيوتر ودي كانت الحلقة بتاعتنا بتاعت ضبط واعداد السوفتوير ونتكلم بعد كده في الحلقات اللي جاية ان شاء الله عن بدء عمل التسجيل في التراكات وبعد كده التوزيع وبعد كده الميكس والمسترين واشوفكم الحلقة الجاية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة